احنا طبعا مسؤولية الكنيسة حتى انه على طول يعني تأكيد على الحقيقة اللي قالها يوحن الحبيب في الاسحاح الثالث لما قال من يؤمن بابن الله فلاه الحياة ومن لا يؤمن بابن الله فليست لاه الحياة بل يمكث عليه غضب الله وحيتن ان احنا نسلم الايمان اللي استلمته الكنيسة من الاباء من جيل الى جيل وزي ما بنقول في الاداس كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل احنا مهمتنا ان احنا نثبت ولادنا في الايمان وما فيش حاجة اسمها اننا ننكر ايماني عشان نعدل حكاية دي انا دايما بنقول للناس الشهيد كان ممكن يقول كلمة واحدة وينجوا من الموت لكن امنته للمسيح اقتضت ان هو يعلن شهادته وايمانه بالمسيح حتى لو كان تمنى حياته وده اللي احنا بنشوفه النهاردة بصفة عملية في احباءنا اللي استشهده اخيرا وانا عايز نقول برضو حاجة تطمن وحاجة تشجع يعني كنت النهاردة بنبص كده في سفر رؤية فوقعت عيني على الاية اللي ربنا بيرجيها لكنيسة لوادوكيا وبيقول لهم من يغلب فسيجلس معي في عرش يعني اللي يغلب هيبقى مع المسيح شخصيا في مجده فطبعا ده وعد جميل وحاجة احنا لازم نتمسك بيها ونعيش فيها على طول وفي نفس الوقت لما نرجع لرؤية سبعة نلاقي الكلام عن النفوس اللي استشهدهم واللي كانوا موجودين تحت المسبح والصور اللي هم عليها لابسين فيها بيد طبيعة ممجدة مسكين سعى في النخل منتصرين بيرنموا ترنيمة جديدة محدش ما قادرش يوحنا يسجلها لان ما تتسجلش باللغة البشرية يعني امجاد وحاجات تنتظر الشهدة تخلينا يعني مش نستنى ان هم يقولنا يقولولنا عايزينكوا تعالوا عشان تستشهدهم احنا نروح لهم زي ما راح ابقنا قبل كده وقالولهم احنا بنشتهي ان احنا نستشهد من اجل المسيح